هيدلاينز نبدأ معك أميل وجريدة الشروق جريدة الشروق في عددها صادر لليوم تكتب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة يقول للشروق قريبا انفراج أزمة الحليب هل هذا من الأخبار الإيجابية التي تنجب تسمعها في العام هذا بمساهمة سبع شركات وطنية تونس تقتحم نشاط تموين البواخر بالوقود في البحر مخطط بريطاني خطير بلفور جديد في غزة قيسي سعيد أول من نبه عن خطورة تهجير سكان القطاع تونيا بلير عرب المخطط الصهيوني بتواطأ أمريكي نقرأ وزيد فاضيع في السويسي أو نشوف بعد الأمطار الأخيرة هل انتهت أزمة الماء في تونس هكذا تتسائل جريدة الشروق وفي عين على الاقتصاد تطور الاستثمارات والتحديات متواصلة في 2024 خلينا نمشي ولجريدة الصحف اليوم اللي في الأون امتح كتبة الدولة الاجتماعية بين الواقع والنواية في الافتتاحية سينو في الصفحة الثالثة تقرأ وإيقاف أجور أعضاء مجلس الهيكا مؤشر واضح لإنهاء مهامها ولكن السؤال المطروح يقعد وما البديل في الصفحة الثانية البرلمان الليبي يحسم أمر التطبيع منع عبور الطائرات والسفن الإسرائيلية عبر أجواء ومياه ليبيا وفي الصفحة 16 الحرب على غزة ارتفاع حصيلة شهداء الفلسطينيين في القطاع إلى قرابة 22 ألف شهيد للأسف وفي الصفحة الثالثة في التعاتم عامل في شمس فهم والهيكا التردد يزيد في تعميق الأزمة جريدة الصباح تكتف صفحة عدد 10 في أول أيام السنة إسرائيل تقصف غزة برا وجوا وبحرا والقسام تمطر تل أبيب بالصواريخ بداية من جنفي زيادة جديدة في أجور القطاعين العام والخاص في مقترحات برلمانية تنقيح المجالة الجزائية لتحرير الإدارة رغم محاولات ترتيب الصفوف الأحزاب تتلقى ضربات موجعة والشارع يتخلى عنها فيما طلب تنتظرهم الامتحانات وسائل النقل لم تكفي طلبات العائدين من العطلة ومواطنون عالقون عميد الأطباء البياتر يقول للصباح وضع القطاع أو القطيع حرج جدا شوفو زادا وفق المرسوم 54 إلى عزياد الهاني السجن نمشيو الجريدت لطن اللي في الونمتها كثبت لطن الوابط لهوابط لتوشاوار sur دسنة نوار 2024 لاني دتوتوت لالفريتير هذي هو السؤال اللي تطرحو جريدت لطن صينو في الصفحة الثانية نقراو ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر